تقول بالنسبة لمسح شعر المرأة في الوضوء تقول يعني هل لو ذهبت به مرة واحدة إلى الخلف يكفي هذا أختي أمرانا بارك الله فيك بالنسبة لمسح الرأس في الوضوء فرض من فرض الوضوء فالله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجو لكم إلى الكعبين وكل من وصف صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأنه كان يمسح رأسه كله إلا في حالات إذا كانت العمامة عليه فلقد ثبت أنه مسح على الناصي وأكمل على العمامة صلى الله عليه وسلم هذا الأمر الأول الأمر الثاني أختي الفاضلة وجوب تعميم شعر الرأس بالمسح وهذه مسألة وإن كانت خلافية لكن الأدل على هذا على أن المتوضي يعمم رأسه بالمسح يعمم رأسه بالمسح ولذلك قال جل وعلا وامسحوا برؤوسكم قال العلماء الباء هنا للإلصاق وكل من وصف صفة مسح النبي عليه الصلاة والسلام في الوضوء ذكروا بأنه كان يعمم رأسه صلى الله عليه وسلم المسألة الثالثة بالنسبة لمسح الرأس لما كان المقصود التعميم جاز على أي حالة و أي وسيلة جاز على أي حالة و بأي وسيلة فأنت لو مسحتي مثلا قلت هكذا و اكتفيتي جاهز لأنك عممت رأسك بالمسح و لله الحمد و لو قلت من الخلف هكذا و مسحتي عممت رأسك بالمسح و لو قلت هكذا مسحتي من هنا مسحتي من هنا مسحتي من الأمام مسحتي من الخلف أيضا جاز و لله الحمد و المنه لأنك عممت المسح بالرأس و لو قلت هكذا مثل بعض النساء ما تحب أنها تخرب تسريحة شعارها مثلا تقول هكذا مثلا و من الخلف هكذا و هكذا و هكذا أيضا جاز و لله الحمد و المنه فأنا ذكرت لك يعني يمكن جميع الصفات أو أغلب الصفات اللي يعمم فيها مسح الرأس وأنت لو قلت والله أنا مسحت هكذا عممت رأس واكتفيت الحمد لله حصلت الفرضية والركنية ولله الحمد والمن